ولمتابعة آخر التطورات في بغداد ينضم إلينا مباشرة من هناك مدير مكتب الحرة فلاح الذهبي فلاح بداية ما الذي حصل في مول جواهر في بغداد الجديد أهلك أن تطلعنا على مزيد من التفصيلات وتصف لنا الشارع حول منطقة وقوع هذا التفجير مساء الخير حقيقة هو ليس مول بمفهوم المول المتعرف عليه هو أقرب ما يكون إلى سوق شعبي عادة هذه المنطقة تكون مزدحمة بالناس وكان وقت الذروة حينما انفجرت سيارة ملغمة بحسب المعلومات والمعلومات ما زالت حتى هذه اللحظة متضاربة سيارة ملغمة مركونا انفجرت بالقرب من هذا السوق ثم بعد ذلك تلاه دخول اثنين من الانتحاريين إلى داخل السوق الأول بحسب معلومات الجهات الأمنية تمكنت من قتله وقتله يعني تفجير ما بحوزته وبالتالي هناك أعداد من الضحايا نتيجة ذلك الانتحاري الآخر دخل إلى داخل السوق وعلى ما يبدو أنه فجر نفسه لذلك كان هناك أعداد من القتلى ومن الجرحة حتى هذه اللحظة ما وصلنا من إحصائية عبرت العشرين بين قتيل وجريح أيضا احتراق للسيارات التي كانت تقف بالقرب من هذا السوق شارع بغداد الجديدة ما زال مقطوع هناك شبه حضرة جوال في هذه المنطقة قوات الأمن منتشرة قائد عمليات بغداد هناك وكثير من الضباط متواجدين في هذا المكان المعلومات أيضا تشير إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة كان هناك حالة من الارتباك أيضا على ما يبدو لدى القوات الأمنية حالة أيضا من الاسترخاء وإلا ما كان لهؤلاء أن يلجوا إلى داخل المول أيضا نعم جدا هل من أصابع اتهام تشير إلى ما هي الجهة المسؤولة عن هذا التفجير أو قد ربما هناك جهة أعلنت مسؤوليتها عن هذا التفجير حقيقة لم تعلن أي جهة حتى هذه اللحظة لكن بشكل أولي الحديث يتم عن أنهم من عناصر داعش على اعتباره هناك انتحارين وهذا الفعل لا يقوم به إلا مجاميع داعش أضيف إلى ذلك زينة في بغداد هناك الآن حالة من الحذر بعض الجسور تم قطعها حركة المركبات الآن بدت قليلة في داخل العاصمة بغداد هل من مطالب معينة للمحتجزين لإطلاق سراح الرهائن؟ حقيقة لا يوجد رهائن حتى الآن هم قتل من الأطفال ومن النساء الذين يتبضعون في داخل السوق هو ما حصل لدى دخول الانتحار على ما يبدو احتجز معه ناس بشكل عشوائي وفجر نفسه هناك وبالتالي هذا ما يزيد من عدد الضحايا انتحاريان وسيارة ملغمة في سوق مزدحم سوق شعبي مزدحم في وقت الذروة طيب فلح ما هي معلومتك بشأن التفجير الذي وقع قبل قليل في المقدادية في ديالة هذا المساء حقيقة كان هناك صباح هذا اليوم تفجير أيضا في بعقوبة بالقرب من أحد أماكن الصيرفة انفجار عبوتين ناسفتين بشكل مزدوج في غازينو يرتاده عدد من الشباب في المقدادية الضحايا أكثر من عشر حتى هذه اللحظة وهناك سيارة ملغمة أخرى في خانقين تم تفكيكها من قبل القوات الأمنية الآن هناك حظر للتجوال في بعقوبة للراجلة وحركة المركبات خشية أن تكون هناك أعداد من السيارات الملغمة في ديالة لأن في ديالة ثلاثة انفجارات هذا يعني هناك حالة من الحذر لدى الناس ولدى القوات الأمنية نعم كنت معي مباشرة من بغداد فلاح الذهبي مدير مكتب الحرة هناك شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر